يسعد أواكن مرة تانية بكل بيت في مجموعة من الأعشاب المفيدة للصحة بس تحتاج لطريقة استخدام صحيحة ومثالية لحتى تتحقق فعاليتها بشكل كامل والمهم كمان تكون تحت إشراف الطب والرأي الطبي أو الصيدري المتخصص بحل المعاناة لمرض معين ممكن العشبة تزيد الموضوع سوء ما تفيده اليوم معنا خبر الأعشاب ياسين أحمد لنحكي معه عن هالموضوع بالتفصيل ورانا صارت موجودة على الطاولة مع كل هالأعشاب اللطيفة الموجودة قدامهم صباح الحير سكراً كثير لأستاذ ورد ألا يسعد صباحك سكراً كثير أهلاً وسهلاً أستاذ ياسين فيك معنا مرة جديدة يعني كل مرة نحكي عن أعشاب نحكي عنها اليوم سنتخصص بثلاث أعشاب تحديداً حنحكي عنهم نحكي عن فوائدهم طريقة يمكن استخدامهم وإستفادة منهم بالطريقة المثلة اليوم معنا ميرمية بابونج والمردكوش النحص بابونج قال وان ... المردكوش … المردكوش؟ كل شخص يمكن بقلاة شيء يمكن всё لو سنبدأ في معجزن ما نخلص الأمور باعتبار هنا ن phenomena شيء عن الميرمية وكيف ما وingo yakظار الفوائد التي يمكن أن أخذها من هذه العشبة نعم طبعاً استخدام الميرمية كعشبة كما ذكرنا سابقاً ومجففة بنفس الطريقة على التوازي يعني ناخد مقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي مسبقا مع التركه لمدة عشر دقائق من غطيه بعدين نستعمله طبعا بالنسبة للميرامية هي تعتبر من العشاب النسائية البحتة يعني كعشبة تعتبر من منتج مادة الأستروجين الأنثوي تساعد على ضرارة الطمث تساعد على تحسين المزاج ولكن لا ينصح بها للحوامل والمرضعات تمام تمام مانتال الصيدة اللي هي لانا حامل لانا مرضع فيها تأخذها تمام تساعدها بفترة الدورة الشهرية الدورة الشهرية أو لتنظيم الدورة أو لتنظيم عنصر الأستروجين النسائي والغدة تمام ممكن تكون مفيدة بها دار رائعة جدا ولكن بالنسبة لموضوع زيت الميرامية زيت المقطر هو يعتبر زيت عالي الجودة وبنفس الوقت دقيق في الاستعمال تمام نحن نرى معنى العشبة الفريش معنى المجففة ومعنى الزيت طيب الزيت نحن بشو ممكن نستفيد منه طريقة استخدامه للزيت لشو الزيت فينا نستخدمه للجلد لمضاد فطري مضاد جرثومي للجلد بشكل عام وفينا نستعمله للشعر وفينا نستعمله داخليا إذا كان مقطر ونحن واثقين من شغله وأنه مقطر بطريقة صحيحة المردعات لا يحدث أبداً أبداً منركز إحنا على موضوع الزيت الميرامية الجرعة 15 نقطة تعتبر سامة لأي إنسان تعتبر سامة لأي شخص تمام فضروري أخذها بحضر واللي عنده مشاكل إن كانت مثلاً سكري ضغط أو أي مشاكل أخرى مراجعة الطبيب قبل استردام الأشخاص يعني هي هي المشكلة نحن دائماً نحكي فيها نعم أنه الأشخاص بس تقول لهم عشبة روح خذ لك كاسة ميرامية روح خذ لك كذا بمعنى أنه الأعشاب إذا ما فادت فهي ما رح ما رح تضر فهي الفكرة خاطئة جداً تمام ما نعطى عننا أكيد الأشخاص اللي عندهم أيضاً أمراض مزمنة مثل ما ذكرنا نعم السكر الضغط وغيراً حتى يتعارض مع الأدوية حتى يتعارض مع الأدوية ففينا نحن بالنسبة لهذا الموضوع الراجع الطبيب المختص ونأخذ الفائدة اللي نحن رح نستفيد منها ما تكون مضرة تمام ما تنجع بنتجة عكسية نحن بحال أخذنا مثلاً من الميرامية نعم وأنه الآن نحكي عنها أخذنا كمية زيادة غير الكمية اللي نحن لازم نأخذها شو بتكون آثار الجانبية آثار الجانبية تحسس بالجلد طفح جلدي ممكن يسبب إلى غثيان ومشاكل أخرى للجسم ممكن هو بسكري طبعاً ما نحكي إذا فيه أمراض خطيرة طبعاً نحن نحكي عن الإنسان الطبيعي وأخذ جرعة زائدة تمام هيا الإنسان الطبيعي هو ما فيه ولا مشكلة رح ننتقل للعشبة الثانية المردقوش لأنها هي زميلة الميرامية بالنسبة كعشبة نسائية تمام أوكي ما تفيد كمان تفيد كمان بإدرار الطمث بتنظيم الهرمون النسائي زائد أنها هي تعتبر من العشاب الشتوية للطرق التنفسية لتنظيم التنفس زائد أنه بالنسبة لعشبة المردقوش هي بتعالج الأرق بتعالج الصداع والشقيقة رائعة جداً لتحسين المزاج العصبي أوكي تمام يعني بترخي الأعصاب بترخي الأعصاب أو بتهدي الأعصاب كلنا بيحاجة بهالفترة لشي بيرخي الأعصاب طبعاً ممنوعة مثل الحامل والمرضعات طبعاً تتجنب والأطفال بالضرورة جداً وخاصة أي نوع من العشاب لا يوجد دراسات وإثبتت إلى الآن أن الأطفال آمنة لإستخدامهم بالنسبة للأشبه هذه هي المردقوش نعم ورائحة عطرية قريبة من رائحة الليمون أو رائحة المليسة رائحة جداً رائعة جداً هذه الميرامية طبعاً ورد البابونج هنا نحن البابونج البابونج البلدي هذا البلدي يأتي بلا وردة بلا وردة تمام هذا طبعاً البابونج البابونج تقريباً طبعاً نسأل آخر شيء للبابونج نعم كيف نستفيد منها ونأخذها بطريقة الصحة؟ نستفيد منها بطريقة الصحية هي الجرعة المناسبة مقدار كوب لكوبين في اليوم للإنسان السليم على أعلى تعريق المغلية نحن نقول منقوعة المنقوعة بماء منقوعة بماء منقوعة مسبقاً ويغطى لمدة عشر دقائق بعدين نشربه نعم نعم أنا هذي كل مرة أن هذه هي الطريقة الصحة وإذا بدأ نحلي بالعسل أريد أن تجاوبني؟ أنا يعني أنا من المرة الماضية أخذت هذه المعلومة أنه كل شيء عطري ما كثير من نغلي من نخليه بس تغلي الماء من طف الماء وبعدين من نغطيه صح؟ نحفظ على الماء ونغطيه ما هو السؤال الثاني؟ العشر دقائق هذول نزلت درجة الحرارة يمكننا أن نضيف له عسل لن نحليه بدل السكر حسناً كيف يفقد؟ يا أشتازي الكريم أنا تعرف هذه المعلومة أنا من واحد واحد 2021 ولا شيء سكر عم باكل فعسل بدون عسل لا تفرق معي وعلى فكرة نصحها لكل المشاهدين اللي تابعونا بعد ما ننصح أنفسنا فيها أنه تستطيع تتخلى عن السكر لأنه هو طعم مكتسب واعتيادي فأنت تتخلى عنه بمحليات ثانية بعدين حتى المحليات الثانية تتخلى عنها سيكون حتى بلاها بيكون أفضل يعني العسل مفيد يعني هي عادة ولكن إذا لا نوجد بالمغلي إن كان شاي أو نعنى أو سكر أو عسل لا يؤثر كثيراً صح أستاذ ورد هرمون السعادة المكتسب من السكر الذي نحن دائماً فاقدين ونأخذه من السكر ومن الحلويات عندما نستغني عنه سنشعر بسعادة أكبر صحياً نعم نحن كلنا في سوريا شعرين بسعادة كثيرة بالمواضيع لا أصلاً لكن نرى كيف نأخذ هرمون السعادة من السكر فأنت تأخذه من السكر فأنت استغنيت عنه تأخذ هرمون أقوى 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 هو محبة الناس إن شاء الله محبتنا لبعض نحن من باب الدعابة نحكي لنخفف عن بعض أكيد يعني الحال من بعض ولكن نحن يجب أن نحكي بالأشياء المفيدة وتحديداً بهذا الوقت أنه نحن كيف نأخذ الأعشاب وهذه الأمور حتى أن هذه الأعشاب لم تعدد أسعار رخيصة كثيراً كيف نحن نزرعها في الأصيص حتى في البيت لأنها عبارة عن جذر متفرع بالنسبة للمردقوش والميرانية لدينا أيضاً حتى نزرعهم حتى لا يداركنا الوقت يجب أن نتحدث عن البابونج يوجد البابونج الألماني البابونج الرومي البابونج البلدي البابونج الألماني والرومي تقريباً نفس الشبه أحد البابونج الألماني يساعد على رفع الضغط والبابونج الروماني الروماني يخفض الضغط. كل واحد أثره. تمام. والنصيحة بالبابونج البلدي اللي هو بدون الزهرة اللي بدون الزهرة البيضاء هو بس الزهرة الصفرة. طبعا البابونج هو مقصود فيه التسمية مقصود فيها الصفار. مقصود بالتسمية الصفار. فمقصود للأقحوان والبابونج وجميع الأسماء المسمية بهذه التسمية بالبابونج هي للزهرة الصفرة. هذه الزهرة اللي نحن شايفينها. طبعا فوائد البابونج. فوائد البابونج أول شيء أول شيء من ننصح كل الناس والدكاترة اللي عم بيعطوا مثلا أي عمليات بيعملوا مناقع للمسح للتطهير للمضمضة بعد العمليات الفموية إن كانت أسنان أو شيء من هذا القبيل. مغاطس نسائية رائع جدا مطهر جيد وزائد فوق الكلام هذا ويعتبر غسول للوش مطهر للوش طبعا يدخل في صناعة الكريمات الطبيعية لتوحيد لون البشرة زيت الكامويل آه تمام ما نتعلم أننا زيت البابونج نحن فينا نستخدمه كمان للبشرة وللشعر عم نحكي بس ما فينا للوش بس للبشرة حتى للوش للوش تستخدم للشعر تستخدم للوجه بالنسبة للزيت البابونج يعني يدخل بتركيبة المراهم والكريمات اللي هي أصلا تساعد على توحيد لون البشرة تمام بتساعدنا كمان بهذا الخصوص يعني هذه الأعشاب هي كثيرة ونحن دائما منحاول نقول أنه الواحد إذا قادر يأخذ المصدر الطبيعي وقدر يأخذ الشيء الطبيعي اللي ما فيه تداخلات كيميائية أو ما فيه مواد كيميائية فهو أكيد بيكون أفضل وبلا سكر وفرصة الآن موسم الربيع لوجود هالمنتوجات الطبيعية لنجخفها بأيدينا في بيوتنا نفس ما ذكرنا سابقا تمام لرفع المناعة البابونج رائع جدا خصوصي بهالوقت نعم نعم تماما شكرا كثير أستاذ يا سينا على وجودك معنا وعالمعلومات اللي قدمت لنا ياها شكرا كثير الله يسعدك شبكنا أهل وتحلق